حركات سياسية انبثقت من تشرين ومرشحون مستقنون يدخلون بقوة على خط صراع الكتلة الأكبر بعدما ظفروا بأكثر من أربعين مقعداً نيابياً محدثين صدمة كبرى أربكت مفاصل لحزاب التقليدية تفاصيل أوفها في سياق هذا التقليد الانتخابات ونتائجها قبل احتجاجات تشرين ليست كما بعدها فوج حراكات منبثقة من ساحات الاحتجاج فضلاً عن المستقلين بعدد من المقاعد أربك وضع الأحزاب التقليدية الأحزاب التشرينية لديها أيضاً جمهور كبيرة ومعظم جمهورها من الشباب لذلك اليوم كان لها حظوظ جيد هذه الانتخابات سوف يكون حظوظ لها أكبر في الانتخابات القادمة إذا لعبت العملية السياسية بشكل صحيح ولن تتخلى عن استقلاليتها والنواب الفائزين من أحزاب التشرينية لن ينتموا للأحزاب الكبيرة بعد الفوز يعتقد مراقبون أن الطريقة ما زال طويلاً عن تغيير المشهد السياسي في البلاد رغم وجود وجوه جديدة لكن وجود بعض الأحزاب التقليدية التي ما زالت حاضرة ولها ثقلها السياسي والشعبي يقف عائقاً أمام ما يطمح له التشرينيين والمستقلين التشرينيين والمستقلين في هذه الدورة البرلمانية الخامسة أما سيعززون ثقة المواطن من خلال تجربتهم في هذه الدورة البرلمانية وسوف يكونون أكثر في الدورة البرلمانية القادمة السادسة أو سيكونون في مكانهم يراوحون بنفس النتيجة من احتج في السابق ودخل للانتخابات وفائز يعتقد أنه فتح نافذة للتغيير ورغم ذلك هناك حركات سياسية ناشئة ولدت من رحم المظاهرات عرضت فكرة المشاركة في الانتخابات فقررت أن تكتفي في المعارضة من الميدان لا من داخل قبة البرلمان من بغداد علي عبد الكريم الفلوجة الفضائية